كان فيه بطولة مواليد 2010، النادي زد كان مشارك فيها تكلمني عنها الأول عشان نتكلم عن شوية حقيقة تخص لأن نعرف أن البطول دي كان فيها فرق كبيرة يعني يعني أندية زي جينكسي، زي ميلان، زي برشلونة زي برشلونة، النصر السعودي، ريال بلد الوليد، الأكليمية الكنداية في كندا ريال كوريزيرو البرازيلي، لأ دورة دي من أقوى البطولات في العالم أنا روحت بسنة الفاتكة 2009، السنة دي 2010 بجد هنا لازم نقف نستوب ونتكلم عن اللي أنا شفته هناك إيه بقى اللي شفته؟ لا شفت حاجة تانية، أنا شفت حاجة تانية خالص، شفت الدول الأوروبية بتشتغل إزاي مع الولاد دول والفكر بتاع اللاعب والدورة كلها على بعض كده لازم ترجع بإيجابيات منها سباك بالنتائج، أنا شفت حاجات غير طبيعية يعني أقول له هذا الحاجة مثلا النهائي كوريزيرو البرازيلي وبرشلونة أنا شفت ماتشكايني بتفرج على منتخب أول والله إيه بقى؟ شفت إزاي بيسلموا الكورة، إزاي بيستلم الكورة، إزاي بتحرك، إزاي بنقل الملعب، إزاي بكورة جايله في أصعب موقف يحطها تحت رجليه ويعديه إيه ده؟ إيه اللي أنا شفته ده؟ أنا واقف منبهر إيه اللي أنا شفته؟ إمتى نصل للناس دي؟ بالفكر حتى يعني يقول له حضرك إيه؟ حتى الإحماء الإحماء حاجة تانية خالص، الواحد بيشوفه إحماء تانية خالص الـ CS، طب أقول له حضرك حاجة، ماتش برشيرونا وكوريزيرو الفاينل طب برشيرونا، غير التسعة الأولين، الـ 2010 بالعوم من الـ 2018 للـ 2018 تمام؟ يعني 8 لعيبة وحالس ماربا، 9-9 غير التسعة كلهم وشوتوا التاني، ولا تحس إن في حد يختلف عن التاني إنت متصور؟ دي لعطات طبعا من البطولة، ومن التجمع الرحلة كلها من بدايتها، وحتى المعسكرات، وحتى المحاضرات، ثم الإحماءات، ثم المباراة لا لا، مثلا باللعب بلد الوليد، بلد الوليد كذبان 1-0 الراجل اللي شوت تاني عادي جدا غير كل اللي برا ونزلهم ولعبهم عندنا بيش أقول في زد، في مصر إننا تفرجت على جميع المراحل السنية وجميع الفرق لو أنت كذبان 1-0، شيل، طلع، أغفت هناك بيعرفين الهدف الرئيسي من قطاعات المشكلة فكر تاني خالص، فكر تاني خالص، تمام؟ فإحنا، أنا بحمد ربنا اللي أنا في نادي زي زد، اللي هو نادي عارف هو عايز إيه أنا الثالث بالوليد، إنه بيتطلع على الخبرات اللي زي دي يعني آه طبعا إحنا ده رونالدو، ده رونالدو، نازاريو، البرازيل أو ده نادي كوريزيرو بتاعه اللي هو كان في البرازيل وبلد الوليد، مش بلد الوليد تقريبا هو الملك بتاعه؟ آيوة، صح؟ بلد الوليد بس، طبعا اهتمام غير طبيعي بالمباريات آه، بنتكلم في عقلية لعيبة، ثقافة لعيبة عشان كده إحنا لازم يا جماعة نقف ونشوف إحنا عايزين إيه؟ إحنا، اللي أنا شفته حاجة تانية خالص غير اللي إحنا بنشغل فيها في مصر إحنا بنحاول نطبقه في زد بصراحة بين إمكانيات بمسندة مجلس الإدارة لدرجة مجلس الإدارة قالك أي سفرية لأي فرقة تيجي، اطلع خلال الوليد تحتك عامل برنامج للولاد غير طبيعي، اسمه البداية بنعلم الولاد الإنجليش اللغة وإزاي نعلمهم الثقافة اللي هو لو احترف بره يتعامل مع الناس إزاي؟ ده هنا، البرنامج ده بتنفذوه هنا هنا لتلت محاضرات في الأسبوع بنعلمهم إزاي زهنك يبقى دايما حاضر في مواقف كتير المدربين نفس الكلام بالمواقف اللي انت تعرض لها فيه اهتمام، فيه اهتمام لو أندية مصر شغلت كده بصراحة، هنبقى في حتة تانية لكن طول ما احنا ماشيين بالنظام اللي احنا ماشيين بيه وبالنوع تتريبات اللي ماشيين بيها والتسخين اللي بشوفه في معظم الفرق اللعيبة عندها عشر سنين وتسع سنين بيسخانوا زي الفريق الأول تسخين حاجة تانية خالص، أنا راجع يمكن حتى كان مصر هاسب كل يقولي كل متسافر دبي ترجع تبقى مكتائب وزعل لا مش مكتائب وزعلان، أنا ليه طموح أنا عايز اوصل بولادي بالموجودين في زد إلى أعلى مستوى إن النادي فعلا بيش بخلان بحاجة على الولاد بيلبسوا وبتمرنوا وجو غير طبيعي أي حد يتمناه بس أنا بشهد إلا موصل بالولاد لهذا الفكر وهذا الأداء النتائج كانت إيه بتاع تزد هناك؟ بص إحنا على المستوى العربي هي أربع مجموعات آه كل مجموعة خمس أندية على الأداء يعني الدس الجادل هو عامل الدورة آآ دول الدورة الزد وهم بكرموا تمام؟ وبعدين فيه دارة ظريفة أو بياخدوا الأول اتنين من كل مجموعة بيخشوا الجولد تمام؟ والثالث بيخش سيلفر تمام؟ يعني برضو بيديك آآ بيكمل بيديك فرص لاستمرار البطولة أنا يعني أنا سنة جاي هبتدي أشتغل من أول يوم على إن أنا البطولة دي بالنسبة لي أحسن من 300 ألف دول بلعبه هنا آآ هشتغل عليه اللي فيه اللي فيه اللي كنا بنلعب مضشين في اليوم إزاي اللعيبة تكايف هل بنلعب مضشين في اليوم تمام؟ نعود الولاد اللي هم فيه ولاد عندي خافوا دمانة يعني إزاي الرهبة دي تروح فالحاجات دي كلها أنا كتبها عشان خطر ممتاز نشتغل عليها يعني طيب هل في أي لعيبة من زد فرقك لفتت النظر في أي حد بص على اللعيبة اتكلم عنه معين؟ بتوع برشلونة نزلوا سلموا على الباك شمال عندي كده ولد صغير بسمينه ميسي يعني. قالوا له انت لعيب كويس عندي تيتو حارس المرمى. عندي دولة سترتباكة عندي احمد خياش. عندي لعيبة كتير بس عشان محدش انسى اسم حد يعني عندي عدم. عندي لعيبة كتيرة كويسين. لكن انا برضو هم الولاد حتى بعد ما خلصوا. قالوا له كابتن يعني يقول لك بص لعيب الفلان عامل ايه بص لعيب الفلان عامل ايه. فقلت لهم قلت لهم اذا كنت انت في نفس سنك وبتقول كده. يبقى احنا قدامنا شغلي كتير عشان انت لتخلى عنهم حاجة. بس عايزة سياسة تانية وفكري تانية وسيستيم تانية. واحتكاك. بس ايه. بتتكلم على الدورة. انا بقى كمان عايزة دخلك في اللحنة دلوقتي. انا حاليا عندي اربع لعيبة في استنفلا. معايشة هناك على مستوى عالي. بتشافوا هناك ومعايشة قوية جدا. طبعا ده غير انا معايا ده هو هناك. هم لسا بعتل للصور. اسنفلا ده الملعب بتاعهم بنات. ايوا. اربع لعبين. موليد كم? اربع موليد 2006. اه. ده عبد منعم الحارس. اه. اه. لسا بشافين. اولا برا كنت مفروضة ان انا اجي من دبي اطلب معاهم بس انا بامنا يعني ما اتعبت. اه انا سيد. لا كتردح لك اتشقش. مرهقة اه. ده محمد عيسم ده ده احترف قريدي في فيتوريا البرتغالي. اه. ده لعب هايل. اه. بسم الله ما شاء الله احترف خلاص وخلص اجراته كلها. ان شاء الله. وتواجد معهم حاليا. اه. تمام. دول الاربع الموجودين عبد منعم واكياشة ومروان و اه اه عمر خضر. اربع المتبنى يعني النادي بس اصلهم بسها كويسة. ده غير برضو فيه عناصر تانية في 2006 كويسة هيكون ليهم دول اللي احنا عاملين توقامة مع اه استنبيلا. فاحنا ماشيين في خطة هاني. بجد يعني. اه. اه. اتمنى ان اه. نشتغل على هذا الكلام لان حان الوقت. لان انت لازم الناس تعرف. صح. لازم الناس تعرف اللي احنا في حاجة الى هذا. نظبوط. لان احنا عاملين نلف وندور على اه بضاعة موجودة. اه. لازم البضاعة دي. يعني انت طبعا فهمني يعني. مفور. تمام. اه. يعني احنا لازم نهتم بال 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 بالنشئين بتوعنا. وده هجورين الحاجة تانية. اه. ده هجورين الكلام تاني بقى اللي احنا يعني احنا بنتكلم دلوقتي اه. اه. مثلا جمهورنا دي اهل زعلان اللي هو خرج من من البطولة غلبه في في الببرة النهائية والقبل النهائي. اه. واصل محمد شريف ضايع هدف. ده كروش من ثلاثين كان معاه حق. اه. الافكار اه. اه. انه مستغرب من الكلام اللي بيحصل. ليه? لا طبعا لده مش 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 مزبوط. ده مش مزبوط لده انا. لسه انا مطلعوا السامة لما جابوا الجنف في نازل زمالك. اه. ومحمد شريف. اه. وثاني اه. فاكري ما بده دايما نقول لك. احنا اجدع ناس نطلع. صح. سبع سبع. سبع. وفي سبع ارض ينزل في الاعظة. فشفت ان الانتقادات اللي وجهت لمحمد شريف كانت اه غير منطقية. غير منطقية احنا 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 بش عارفين نحكم. لان هي هم دول البضاعة اللي عندنا يا جماعة. اه. لابد من احنا نقتنع ان احنا محتاجين مواهب تطلع على الساحة في الكرة في مصر. اه. المواهب اللي تطلع فيه بدأت ناس تحط رجليها في النوادي. اه. بس اللي ستاخد وقت. وفيه عندي منتخبات لازم اتامي بيها. طب بطولة الشباب اللي هتطلع. ده اللي انا اشتركوا في القناة